لماذا لا نشكر السيسي هكذا تساءل مصطفى بكري بكل براءة أو إن شئت فقل بكل وقاحة ولكن مهلا لماذا لا نفكر قليلا بهدوء في إجابة السؤال وإحنا صحيح لي لا نشكر السيسي الرجل يفتخر بأنه بنى في مصر أعرض كبر في العالم لينضم إلى أقرانه فبات لدينا في مصر أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأطول برغ وكل ذلك بداخل أكبر عاصمة إدارية في العالم كلها إنجازات يتحدث السيسي بها عن نفسه وعن حقبته الرائدة وعن إدخال مصر لموسوعة جينيس للأرقام القياسية ولكن دخول موسوعة جينيس ربما يعد إنجازا لشخص تناول ألف بيضة أورغانيك في خمس دقائق أو لشخص استطاع أن يبقى لمدة أطول تحت الماء دون أن يختنق أو ربما لمجموعة قامت بطهي أطول سندويتش في العالم الأمثلة كثيرة ولكن في دولة احتلت المكان الأسوأ في الصحة على مستوى العالم واحتلت المرتبة الأخيرة في التصنيف الخاص بجودة التعليم والتصنيف الأخير في مؤشر السعادة عربيا وتذيلت قائمة الدول عالميا في مؤشر جودة الحياة وحلت في المرتبة الأسوأ عربيا في مؤشر توزيع الدخل والعدالة الاجتماعية واحتلت صدارة الدول العربية في قمع حرية الصحافة وارتفعت ديونها الخارجية من 43 مليار دولار لتصل إلى قرابة 200 مليار دولار وارتفعت ديونها الداخلية إلى ما يقارب 6 تريليون جنيهات مصرية بالتأكيد هذه الدولة لا يعد دخول موسوعة جنس لها إنجازا المواطن المصري الذي يريد الذهاب واستخدام أعراض كبري سيصطدم بلائحة أسعار خاصة تجبره أن يدفع 20 جنيه في كل مرة يعبر فيها بسيارته من فوق الكثير من كبار السيسي لماذا لا نشكر السيسي إذن؟ سؤال وقح يجيبك عليه ملايين المصريين ممن يعيشون تحت خط الفقر يصدمك أبناؤهم بواقع مدارسهم المتهالكة يخبرك لاعب كرة القدم المصري السابق ميدو بحقيقة المستشفيات في مصر تحدث كآلاف الأصل المصرية عن معاناتهم في زيارات ذويهم المعتقلين خلف الأسوار لماذا لا نشكر السيسي؟ لأنه ببساطة قتل من المصريين ما قتل وسجن منهم ما سجن وشرد وطارد وهجر الآلاف وجعل من الجيش دولة فوق الدولة ودمر الطبقة المتوسطة وصحق الفقراء تحت غلاء الأسعار والبحث عن لقمة العيش حتى صار المصريون يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين هو احنا سكتين ليه السلام عليكم وقالبكم آخر كلام وحلقة جديدة الحقيقة حلقة غنية جدا بالأحداث والملفات عندنا قصص كثيرة نتكلم عنها عندنا مؤبلة خاصة مع كارلين روز بعد نصف ساعة من الآن عندنا ساعة من الاتصالات مع حضركه ونحاول نجاوب فيها على سؤال لماذا لا نشكر السيسي؟ لكن الحقيقة قبل ما أبدأ أي حاجة في الحلقة من دقايق قليلة يمكن ثلاثين دقيقة أو حاجة كان في مشهد لازم أعرضه مع حضرتك عشان أترحم على رجل صحفي من العيار الثقيل اسمه جمال خاشقجي الفيديو هي يظهر قدام حضركه دلوقتي على الشاشة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يصل إلى المملكة العربية السعودية ويلتقي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المشهد قدام حضركه بايدن بيصل بيسلم على مين بقبضة اليد على محمد بن سلمان بيتحركوا إلى قصر من قصور الحكم السعودي في مدينة جدة حيث القمة المرتقبة طيب إنت ليه بتعرض الفيديو ده؟ إنت ليه بتورينا الصورة دي؟ نعرض الفيديو تاني ونوقف الصورة عند سلام قبضة اليد ما بين بايدن ومحمد بن سلمان لأن الحقيقة في اللقطة دي ممكن نوقف هنا في اللقطة دي الحقيقة لازم نقول الله يرحمك يا جمال أخا شخشي لازم نقول أنه لعنة الله على السياسة وعلى العمل بالسياسة وعلى المصالح السياسية اللي بيتناسى فيها الجميع هو الإنسان بل الأكتر من كده بيتناسى فيها الجميع دم الناس الاتنين اللي بيسلموا على بعض دول واحد فيهم تورط في قتل صحفي بريء اسمه جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 لما قتلوه جوى القنصلية السعودية في اسطنبول والتاني ده وعد أن محمد بن سلمان اللي تورط في قتل خاشقجي هيبقى إنسان منبوذ لكن للأسف بنشوفهم بيسلموا على بعض بالشكل ده خلينا نرجع للناس ونقول أنه حتى كارن عطية محررة المقالات في واشنطن بوست واللي كانت بتحرر مقالات جمال خاشقجي كارن عطية خلينا نكلم الناس هنا لو سمحتوا كارن عطية كتبت من شوية على المشهد ده وقالت أنه عملية إعادة تأهيل وتقديم محمد بن سلمان للعالم تمت بنجاح مبروك مبروك لولي العهد السعودي محمد بن سلمان السيد من شار العظم كما أطلق عليه بعد جريمة قتل جمال خاشقجي مبروك للإدارة الأمريكية اللي ترمخت على بن سلمان في إدارة ترامب وجات الحمد لله كملت دورها المشبوه في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مبروك على سعود القحطاني وعلى أحمد العسيري وعلى فرقة النمر اللي راحت أتلت جمال خاشقجي في القنصلية مبروك على تركيا الشيخ وعلى عبد الفتاح السيسي وعلى الإعلام السعودي والإماراتي والمصري اللي حاولوا يترمخوا ويغطوا على جريمة قتل صحفي إنسان بريء اسمه جمال خاشقجي للأسفة جماعة والله الصحفيين ملهم شدية في العالم ده وملهم شدية في الزمن ده ومشي الصحفيين بس الناس الأبرياء بشكل عام يعني أو الناس المحترمة ملهم شدية في العالم اللي احنا عايشين فيه عالم مخيف لا تصدقوا أحدا يتحدث معكم عن حقوق الإنسان فهم كاذبون الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمشهد اللي عرضتوا لحضراتكم هي بتسدل السطار على قضية جمال خاشقجي بتسدل السطار على محاسبة المسؤولين عن مقتل صحفي اسمه جمال خاشقجي لكن زي ما قلت قبل كده كتير أوي لو لا أننا نؤمن أن هناك يوم قيامة سيحاسب فيه أمثال محمد بن سلمان لفقدنا عقولنا جميعا الحقيقة الله يرحم جمال خاشقجي ومحفوظ عندما نقف جميعا أمام دياني يوم الدين وعند الله تجتمع الخصوم نرجع بعد حلقتنا ونشوف إيه اللي بيحصل في مصر اليومين ثلاثة اللي فاتوا أو النهاردة الـ 24 ساعة اللي فاتت الإمارات بتقرر أنه مش كفاية الاستحواذات اللي هي بتعملها على مؤسسات كتير أوي في مصر لا ده حصل دلوقتي هجوم إماراتي على قطاعات اقتصادية وأنا الحقيقة يعني على المستوى الشخصي أنا بحب بحب يعني الإمارات كبلد جواها لطيف مكان حل والناس ممكن بتروحوا تتفسح فيه كان معايا ناس زميلي من 20 سنة في الجامعة أنا بقيت بقول من 20 سنة كنت في الجامعة دلوقتي لكن ما علينا من 20 سنة كان معايا ناس في الجامعة إماراتيين والناس لطاف جدا جدا الحقيقة يعني لكن أنا بشعر بالخزي وأنا بتكلم كل يوم في آخر كلام في برنامج مصري بيناقش الشأن المصري إن السعودية بتنفق أموال عشان تعمل قنوات ليها في مصر إن الإمارات بتستحوذ مجموعة أغذية مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بتستحوذ على مجموعة أبو عوف المصرية الحقيقة تفاصيل مؤرفة الحقيقة وتزعل والدايق هي الإمارات حاجزة مننا إيه؟ الإمارات ليه بتيجي تستحوذ على أبو عوف بصفقة قيمتها ما يقارب 3 مليار جنيه مصري تقريبا على شركة من أكبر الشركات المصرية المتخصصة بصناعة وبيع منتجات الأهوة والحلويات أبو عوف شركة أسست فيه سنة 2010 شركة لها واقع ممتاز في الشارع المصري ليه علامة تجارية ممتازة جدا لكن للأسف النهاردة وإحنا بنتكلم أبو عوف لم تعد شركة مساهمة مصرية بل أصبحت شركة إماراتية على أراضي مصري فاكر معايا حضرتك لما عبدالفتاح السيسي طلع كده وهو بيشخط فينا وقال لك لا والله ما حكم عسكر الرجل ده أنا قلت من كام حلقة كده من كام يوم إنه هو بيكتب نهايته بإيده لكن الحقيقة مش بس نهايته الرجل ده بيطلع يناقد نفسه بشكل متخلف جدا بشكل مثير للانتباه والشفقة الحقيقة طب أنت ليه بتقول الكلام ده إيه الخبر اللي أنت تحكيه لنا فيه ردود فعل واسعة جدا أثرها قرار أصدره عبدالفتاح السيسي القرار متعلق بإيه بقى قال لك يا مؤمن خريجي الكليات العسكرية هنمنحهم درجة الباكالوريوس طب والله كويس هيبقوا باكالوريوس مثلا في العلوم العسكرية لا 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 طب باكالوريوس مثلا في اللياقة البدنية الناس بيبقوا طالعين كده يا ما شاء الله الباي والتراي والدنيا حلوة يعني قال لك لا إحنا هنديهم باكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد والهندسة ودي له اتنين تلاتة كمان باكالوريوس كده فوق البيع يعني مني هدية محبة يعني للكليات العسكرية أخواتنا برنا أخواتنا الصغيرين يعني فالراجل قال لك دص بقى اللي بيطلع من الكليات العسكرية ده لازم نديله باكالوريوس علوم سياسية واقتصاد وهندسة يبقى مهندس واستاذ علوم سياسية واقتصاد طب طب انت بتعمل ايه ما هي بس حاجة كده تقديرا لولدنا اللي في الكليات العسكرية فاحنا لازم نوجب معهم شوية طب ايه التفاصيل ايه الحكاية خلينا نروح كده على الشاشة ونتكلم معاكم بالتفصيل عن الكليات اللي السيسي هيخرج منها ناس وايه المؤهلات بتاعتها او زي ما فريل اعداد يعني نتكلم معاه الصبح مالتي مؤهلات احنا بنتعامل يا جماعة معها كومبو مع ميل مع وجبة كاملة كده فيها التشيبس وفيها المشروب وفيها الأكل حاجة كومبو على بعضها كده انت الداخل كلية عسكرية بتطلع منها بتاع سياسة وبتاع اقتصاد وبتاع كل حاجة طيب كلية الحربية طب نقف يا جماعة عند كلية الحربية خلاص ماشي كلية الحربية اللي كانت قبل دي باكاريوس في العلوم السياسية والاقتصاد اللي هيتخرج من كلية الحربية هيخرج معاه باكاريوس علوم السياسية واقتصاد وما تسألنيش ايه علقتهم بس هو سيتي شايف كده كلية البحرية هيخرج برضه بباكاريوس في العلوم السياسية الراجل خارج من كلية بحرية خد معاك علوم سياسية ما فيش مشكلة اللي بعده الكلية الجوية هيخرج معاي ايه بتاع كلية الجوية قالك لا احنا لازم ننوع ماينفعش كله بس بعلوم سياسية أو ممكن مثلا ينخوروا ورانا يعني فنعمل إيه يا ريس؟ قال لك الكلية الجوية دي له باكاليريوس في إقدارة الأعمال وجنبها حاسبات كمان يعني برضو الولاد لازم تنبسط والمجتمع لازم يشهد الكفاءات العسكرية العظيمة اللي احنا بنربيها في البلد بعد كده الدفاع الجوي بيطلع إيه بالدفاع الجوي؟ قال لك برضو الدفاع الجوي عشان بقى فيه طيران وشغل وكده فعايزين برضو يعني نوجب مع الأولاد شوية ونوجب مع المجتمع طبعا باكاليريوس هندسة اتصالات وحاسب ونظم وميكاترونيكس وروبورت ده برضو يعني جوي كده لداخل دفاع جوي من أبنائنا المصريين ما تلاهش قبل أنت هتخرج معاك هندسة اتصالات وحاسب ونظم وميكاترونيكس وروبورت يا جامعة الخير انسوا الكليات المدنية احنا ما عندناش تعليم مدني احنا عندنا تعليم عسكري وفيه كوكتيل والرجل عمل كليات طب عسكرية أصلا كمان فخلاص بلا جامعة قاهرة بلا عين شمس بلا قرف يا راجل ولا جامعات خاصة روح للجامعات والكليات العسكرية روح بيدولك هناك كل حاجة بتطلع معاك كل حاجة انت مش محتاج تدخل كليات مدنية مش محتاج تدخل أي حاجة مدنية خلاص الراجل يا فاندي هاو هيخرج يعلق لك ناشين ويحط لك على صدرك بتاع ومش عارف ايه وهتبقى اخر حلاوة داخل كلية عسكرية خارج معاك اربع بكاليوس فيه احسن من كده طب ده اوكازيون يعني ده موسم تخفضات الراجل عمله يلا تقول لي بقى احنا كان في مؤشر التعليم لا احنا عندنا كليات عسكرية يبقى احنا التعليم بتاعنا ضايق بس ما انا بطلع الولاد معاهم بكاليوس طب انت بتعمل ده ليه لانه لا والله ما حكم عسكر انت عارف انا التعليق اول تعليق جي في بالي لما قريت الاخبار دي وخلني برضه اقوله للناس هنا اول تعليق جي في بالي فاكر لما كنا زمان 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 ايام الصورة وبنغني بتاع خمسين في المية ومش عارف ايه بيننا نتكلم على انه اللي بيدخل الكليات العسكرية او الشرطة دابوا خمسين في المية وانه فيه فرق كبير اوي فيه المستوى الثقافي والمستوى التعليمي ما بينه وما بين الناس اللي بتخرج من طب او صيدلة او اسنان او هندسة او 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 انا اعتقد كما كنت اعتقد مبارح كده في موضوع ان السيسي فيه حد عمل معاه حاجة معينة على كبري من الكباري فبيطلعوا علينا بانه بيبني الكباري في كل حتة ان الراجل ده القصة دي مساه هو بشكل شخصي قصة الخمسين في المية فاقسم بالله ان يبر قسمه وان ينتقم من كل كليات القمة انه يطلع كل بتوع كليات العسكرية الداخلين بخمسين في المية ومجميع زي الطين معاهم باكريريوس زي بتاع الهندسة ومش عارف ايه والطبه بتاع وانه يلغي قصة ان الناس بتدخل بمجميع عليها خلاص احنا هندخ العيال بخمسين في المية وستين في المية وانطلعهم نركبهم عليكم في البلد كلها يبقوا معاهم كل حاجة مش بس عساكر وزباء الجيش لا ده مهندس ودكتور ومعاه حاسبات ونظم معلومات ومعاه كل حاجة ايه العلاقة محدش عارف الحقيقة نرجع ليه بعض التغريدات ونشوف كده الناس بتقول ايه ايهاب محيدين بيقول الف مبروك باكريريوس طب باكريريوس هندسة ممكن شهادة ملطي كل المؤهلات العليا لما الشعب يرحل هم بيشتغلوا في كل التخصصات واللي بقى من الشعب بيشتغلوا خدمين وعبيد عندهم تغريدة اخرى نادر عبد الرحيم بيقول السؤال الاهم حول بيان الدرجات هل يتضمن مواد بالتخصصات الممنوحة حتى يمكن الاعتراف بها في الجامعات والكليات المماثلة دوليا ولا الاعتراف محلي فقط وما هو الهدف من وصف العسكريين بتلك التخصصات هل هو التحول للعمل المدني للعسكريين وهل يجوز ذلك بقرار جمهوري طيب ايه كمان تغريدة ثانية من عاصي بيقول ادخل التخصصات الغير عسكرية في الكليات العسكرية بداية لتحللها وخروجها عن طبيعتها العسكرية او يمكن العكس يا عاصي يمكن هو تحلل المجتمع المدني اصلا وسيطرة العسكر عليه يعني انا مختلف معك شوية في النقطة دي كريم العربي بيقول طب بذمتك في استحمار اكتر من كده والله ما فيش يا كريم على مستوى العلمي ضعيف حصل على خمسين في المية هو اللي كنت بقوله بالغش في السنوية العامة دخل كلية عسكرية بواسطة عشان حد من قريب وعسكري يقوموا كمان قطر خيرهم يمنحوا عيل فاشل علميا بكاريوس اقتصاد وعلوم سياسية عشان يدخل معترك السياسة ويرازي فينا ونتخلف اكتر او يناهي فينا طيب يعني انت بتكلم بواحد فاشل علميا عشان كده الازمة النفسية اللي انا بقول لخضراتكو عليها في موضوع عبد الفتاح السيسي اللي قال للولاد بتوع قريبات العسكرية مبدأ جميل او يقر بالقرارات العجيبة اللي هو بيعملها خلينا نشوف قال ايه انت مسؤول عن اعداد وتجهيز وتوعية يمكن تستغرب تقول لي وتوعية طبعا لان بييجي معاك ابننا او من ابن من ابناء مصر يعود في الجيش سنة واثنين ويمكن ثلاثة وبالتالي احنا مسؤولين امام ربنا سبحانه وتعالى وامام الشعب المصر اللي احنا نجاهزهم ونخلي بلنا منهم ونحميهم ونعفظهم ونعدهم الاعداد الجيد للمهم اللي هما مقبلين عليها خلت بقى لك ويقول لك بييجي جنبك ابن من ابناء انا كان يقول المدنيين بس تلاحق نفسه وقال لك من ابناء مصر بس انتوا طبعا فوق مصر يا جماعة انتوا خريجي كليات عسكرية ما يصحش ابناء خلنا نشوف كده في الفيديو ده ايه ابرز الكليات العسكرية اللي هتطلع ترازي في المجتمع المدني المدني موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 خلينا نشوف كده ابرز الحوادث اللي حصلت الفترة اللي فاتت مصرع اربع اطفال في غرق اوتوبيس يقل تلاتين حافظ للقرآن في ترعة بده اهليه دي حدثة من الحوادث مصرع سبع اطفال اللي بعده سبع اطفال بينهم ستة اشقاء في غرق تروسيك ليقلهم في ترعة في الاقصر مصرع طفل اخر في الترعة بمدينة طمى شمال محافظة سهاج وفات طفل اخر عمره سبع سنوات غرقا في ترعة النعناعية في محافظة المنوفية وفات طفل محمد شوكت بعد ما غرق في بحر شبين الكوم في المنوفية في مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بقرية نقباس التابعة لمركز بنها بالقليوبية وحوادث طبعا اللي حصلت الكاميوم اللي فاته فكرتنا بغرق تمن اطفال قبل كده اللي بعده تمن اطفال في البحيرة في ابريل الفين اتنين وعشرين وكان في بيان بحوادث الغرق من مدرية الصحة في البحيرة في مستشفى اتاعي البروت حادثة اخرى من الحوادث المروعة للاطفال وهي غرق الطفلة شروق مع سبع اطفال وهما راجعين من العمل في رشيد في يناير الفين اتنين وعشرين المشكلة في موضوع الاطفال ان فيه فقر في الاحصائيات احنا مش عارفين يا جماعة كام طفل مات وكم طفل ما ماتش لكن اخر احصائية كانت في الفين وعشرين قالوا انه في اقل من سنة خمسة وتلاتين الف ومية سبعة وتسعين وفاة في اقل من خمس سنوات اربعة واربعين الف وتلتمية حالة وفاة اكبر من خمس سنوات لا توجد احصائية الدولة فين مش بتقولنا ايه على حاجة على الارقام دي ليه الدولة مش بتدلنا ليه على الصح طيب الرقم اللي جاي مهم قوي خلينا نختم به الحقيقة وهي فكرة استمرار الوفيات ده رغم ايه بقى ركز كده على الرقم ده ده ليه بالموضوع اللي هنتكلم عليه في الساعة التانية احنا ليه مش بنشكر السيسي الراجل تصله في 97 مليار دولار على الطرق والكباري اللي العيال دي بتموت فيها وبتغرق في الترع على نتيجة حوادث طرق طب هيا الفلوس دي راحت فين طب احنا ليه مش بنشكر السيسي ما تشكره يا جماعة ما تشكره على اطفال اللي بتموت ما تشكره على شبكة الطرق واحد يطلع يقول انت بتتكلم على حوارس فردية يعني زي ما اريحة الفخراني في مسلسل مش فاكر مسلسل كان ابر عيدة تقريبا قال له تلهي يعني هو ده بالضبط اللي يتقلل اللي يقول لك حوارس فردية قل له تلهي بس تلهي يعني من تلاهو يعني مش تلهي يعني قعد خضل ربنا علينا ولكن ربنا سبحانه وتعالى كمان امر ان احنا نتفكر ونتدبر وناخد بها سباب الدنيا اللي احنا ما وديو فيها فطرى العدد اللي احنا احنا عايزين عدد ولا عايزين جودة طفل واحد جيد ولا تلت اربع اطفال بزنوف صعبة طبعا هو طفل واحد ولا اربع اطفال اللي فاندي اللي كان بيحكي ده عنده اربع اطفال اصلا شو عنده محمد وعنده محمود ومصطفى وواحد كمان وبنت عشان بس ما قلش اسماء غلط ما وعند دربع ايال لكن لازم يطلع ينظر على المصريين على كل حال خلينا نختم هذه الفقرة بالفقرة الحقوقية اليومية معنا انقذوهم واللي بنتكلم فيها الحقيقة مفوض نقول انقذوهم عن الشعب المصري كله لكن خلينا نقول انقذوهم للمعتقلة شيرين محمد محمود نتابع اشتركوا في القناة اهلا بكم حلقتنا مستمرة وزي ما قلت جو بايدن رئيس الامريكي في اول زيارة من نوعها لمنطقة الشرق الاوسط واول زيارة للمملكة العربية السعودية على هامش قمة دولية بتجمع اطراف اقليمية عدة من بينهم السيسي ومحمد بن سلمان بايدن وهو على سلم الطائرة تحالفات جديدة وخطط مستقبلية قراءة في زيارة بايدن للسعودية الحقيقة ما كانش فيه افضل من ان احنا نتكلم مع حد من واشنطن من الولايات المتحدة الامريكية وده اللي هنعمله بعد دقائق هنتكلم مع كارولين روز وهي كبيرة باحثين في معهد نيو لاينز في الولايات المتحدة الامريكية ليه بايدن موجود في المنطقة ايه دلالات زيارته مقابلته لمحمد بن سلمان احتمال مقابلته لعب فتاح السيسي ازاي الولايات المتحدة الامريكية شايفة السعودية ازاي شايفة مصر مين الدولة الاقليمية الاهم دلوقتي في المنطقة بتاعتنا بالنسبة للادارة الامريكية الجديدة معادلة القيم والمصالح الولايات المتحدة هتحترم حول انسان ولا هتروح وراء النفط والامور الاخرى بعد فاصل قصير مقابلة خاصة مع كارولين روز مرحبا بكم جميعا وينضم معي الآن كارولين روز وهي محللة رئيسية في معهد التحالف الجديد وتبحث في مشاريع القوى في معهد التحالف الجديد شكرا لك كارولين للانضمام في حلقتي اليوم اذا فالرئيس بايدن في الشرق الاوسط في زيارته الأولى للمنطقة كيف ينظر الامريكان لهذه الزيارة اعتقد ان الامريكان ينظرون لهذه الزيارة بانها تحقق عدد من الاهداف احدها بانها هي لاجل محاولة توحيد الصفوف في المنطقة اللي في مواجهة للاعتداء الروسي في اوكرانيا كذلك فالامريكا لا تزال تنظر الى الشرق الاوسط كمنطقة غاية في الاهمية الاستراتيجية بالاضافة الى ذلك فهي فرصة ايضا لاجل الاعداد لاجاد استراتيجيات بديلة لالتعامل مع زيادة التأثير الايراني في المنطقة وهذا بالتأكيد يحصل بينما المحادثات تجري في كل النواحي فيما يتعلق بالاتفاق النووي الايراني ولذلك فالامريكان الحقيقة ينظرون الى هذه الزيارة على انها فرصة لاجل البحث في مسارات جديدة لاجل بناء تحالفات مع دول المنطقة وبنسبة بلومبرغ فقال بايدن بان الاجتماع في المملكة العربية السعودية وليس حول المملكة العربية السعودية والامر لا علاقة له بالمعدلات انتاج النفط وقال لبيد بان الزيارة هي لاجل مواجهة ايران في المنطقة فهل تعتقد ان هناك اهداف غير معلنة لهذه الزيارة اعتقد بالتأكيد بان ايران ستحتل العنوان الرئيسي في هذه الاجتماعات والحقيقة الامر يعتمد على من تحدث بشأن هذه الزيارة لا شك ان ايران عنوان رئيسي وفي نفس الوقت بالطبع فالولايات المتحدة الامريكية عندها الهدف الرئيسي هو في محاولة رأس صفوف المنطقة وبالاخص في العالم العربي بشأن الحرب في اوكرانيا وربما الولايات المتحدة الامريكية ستحاول ان تحقق عدد من الاهداف الاخرى غير هذين الامرين لا سيما فيما يتعلق بمعدلات انتاج النفط وكذلك في محاولة تعديل سياساتها ازاء روسيا فلا شك ان هناك عدد من الاهداف التي تريد تحقيقها الولايات المتحدة الامريكية وتقد ان هناك ايضا هدف في محاولة ايضا الاطلاع على المنطقة ومحاولة تعديل الموقف في زاء المنطقة لان هناك دروس صعبة قد تلقتها امريكا من اهمها ان الشرق الاوسط منطقة في غاية الاهمية وبانها ايضا متأثرة بما يحصل في الحرب في اوكرانيا النيتو العربي كما ذكر لبيد من تعتقدين سوى السعودية ومصر من تعتقدين سيكون ضمن هذا النيتو العربي الحقيقة هذه فكرة دارجة وتروج منذ سنوات عدة وذكرت من قبل نحن الان في نقطة ربما نرى ان هناك حالة من التعاون لم نشهدها من قبل ونطرح فكرة النيتو العربي وربما تحالف بين بعض هذه الدول ومن ضمنها اسرائيل والسعودية وتركيا وهما انداد قدماء الحقيقة الامر مثير للإعجاب فقبل سنوات قليلا قليلا ماضية لم يكن لنا ان نتوقع امر مثل هذا فلا شك ان هناك تقدم كبير قد حصل اما ان يتم تنفيذ ذلك على الارض فاعتقد ان الاحتمالية اقل والدول التي ربما تدخل مثل هذا النيتو فلا شك انه ملك الاردن مؤخرا اعرب عن اهتمامه بمثل هذه الفكرة وبالتأكيد الامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وربما ايضا اسرائيل وربما تركيا ايضا رغم ان هناك عدد من القضايا التي ينبغي معالجتها قبل ان تدخل تركيا ولا شك انه تركيا تريد ان تبقي قنوات العلاقة مع ايران مفتوحة وكذلك مع روسيا ولماذا تحتاج ادارة بايدن لهذا النيتو العربي جديد في المنطقة بينما تنظر الوهات المتحدة الامريكية بقلق ازاء التقدم الروسي في اوكرانيا فهي ايضا تنظر الى وضعها كقوة عظمى ازاء روسيا والصين كقوة عظمى في العالم فلا شك بان استراتيجية الوهات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط امر يحتاج الى معالجة مستمرة وكذلك النظر ومحاولة تعديل اتفاقيات الامنية وكذلك موارد الطاقة وغيرها فلا شك ان هناك ضرورة لاجل الاستثمار في منظومة امنية مشتركة في المنطقة يمكن ان تدوم لالامد البعيد دون التواجد المباشر للولايات المتحدة الامريكية هذا يدل على ان امريكا واعي انها لا تستطيع ان تختفي بشكل كامل عن الشرق الاوسط وهي بحاجة الى منظومة قوية ورصين لاجل ان ترعى مصالحها في تلك المنطقة وكذلك ان ترعى حالة من الاستقرار وان ترعى حقوق الانسان عودا الى هذه الزيارة للسعودية حين كان بايدن مرشحا في الانتخابات عام 2020 نفى بانه سيقدم على تعديل العلاقة مع المملكة العربية السعودية وقال بانه لن يعيد العلاقة مع محمد بن سلمان ولي العهد وفقط يركز على الملك ما الذي حصل الحقيقة لا اعتقد بان سياسة حقوق الانسان من ادارة بايدن حول السعودية قد تغيرت انما الذي تغير هي ظروف المحيطة الذي دفع امريكا بان تتقارب وان كان يعني نسبيا مع السعودية فالولايات المتحدة الامريكية بالتأكيد هي تتراجع وتنقض كثير من التزاماتها حول التزام بحقوق الانسان وتذكير السعودية وتبكيت السعودية حول دورها في قتل واختيال جمال خاشقشي ولذلك فعودت العلاقة بهذا الشكل ودفع السعودية الى سدة هذه الزيارة الحقيقة هو نكوس عن تلك الموقف المبدئي لكن اعتقد بان هذه الادارة ستبقي على حالة الضغط وعلى المدى البعيد الضغط على المملكة العربية السعودية لا شك انه منسوب انتاج النفط قد غيرت من الحقائق على الارض ولكن السعودية تعلم بانها هي على المحك في هذه الزيارة اغتيال جمال خاشقشي عام 2018 والحرب في اليمن وكذلك دور السعودية في سوريا هل يمكن ان تكون هذه الزيارة اليست اشارة لمحمد بن سلمان بانه يمكن ان يحكم كما يشاء وان ليست هناك تبعات لما يفعل لا شك ان هناك ما يجري خلف الكواليس ما يحقق بعض هذه المواقف لكن بالتأكيد انه محمد بن سلمان سيحاول ان يقتنص الكثير من الفرص لاجل استعادة المصداقية على المستوى الدولي وهو بذلك ينجز انجازا جيدا في هذه الزيارة والولايات المتحدة الامريكية تعلم ذلك ولكن على بايدن ان يبقي قصة جمال خاشقشي حاضرة في الذهن وبان هذه القضية لن تختفي تماما وان تبقى هذه نقطة ضغط للولايات المتحدة الامريكية ضد الحكومة السعودية وهل تعتقدين بان القلق حول ايران وروسيا هل تعتقدين بان هذا سيؤثر على العلاقة مع السعودية لا شك ان هذه القضايا هي تحتل الاولوية الان بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فهي مهتمة بان يكون حلفاؤها في صف واحد فيما يتعلق بايران وكذلك روسيا كما وجدنا بالمحادثات في فيينا حول الملف النووي واعتقد بانه هذه الاتفاقيات او المحادثات التي تطول اكثر مما توقعه احد والايرانيين يهددون بان يزيدوا من معدلات التخصيب لليورانيوم هذا ارسل رسائل انذار شديدة اللهجة داخل ادارة بايدن وبذلك فالادارة تبحث عن بدائل جديدة فوق هذا كله طبعا عندنا الحرب في اوكرانيا عندنا ازمة جوع وغذاء وكذلك عندنا ازمة اقتصادية قد تعوم العالم بشكل عام ولذلك اخرى في اولوياتها كما تعرفين بان الرئيس السابق باراك اوباما في 2011 في وزارة الخارجية قال ان احيانا مصالحنا على المدى القصير لن تتوافق مع اهدافنا ورؤانا على المدى البعيد هل تعتقين بأن هذا الزيارة تقع ضمن هذه النظرة بالتأكيد نعم الحقيقة هذا المثال الذي ضربته رائع وهو يلخص باختصار ما الذي سيحصل ما الذي يحصل الان وفريق الشرق الاوسط المختص بملف السياسة هناك الحقيقة ينظر الى هذه القضية بعناية بالغة فلا شك ان الان بما يتعلق بالسعودية فملف حقوق الانسان ينبغي ان يتراجع الى المرتبة الثانية لان الهدف هو ايران بينما في مناطق اخرى ربما او في ملفات اخرى لن يحصل هناك تقدم كما يريدون وانا اعتقد بان هذه فرصة لامريكا ان تحدد من هؤلاء الحلفاء الذين يمكن ان تحقق معهم بعض التقدم ومن وجهة نظر امريكا فان كان لدى محمد بن سلمان ورقة الضغط التي هي النفط او مصر مصر الحقيقة مستعدة استعدادا كاملا ان تنضوي الى هذا الحلف المقابل او المناهض لايران كما انها مستعدة ان تدخل معها دول شرق اوسطية وهناك محاولات من قبل مصر ان تبرز من دورها واهمية دورها في هذا الحلف وهناك كما هو الحال في سعودية هناك قلق شديد ازاء ملفات حقوق الانسان وهناك نوع من غض النظر عن تلك الانتهاكات لحقوق الانسان وهذا امر هذا موثق والادارة بايدن تعرف هذا الامر بشكل جيد استعدادا لهذه الزيارة وعودا وعودا الى بايدن حين كان مرشحا عام 2020 وصف السيسي في حساب تويتر قال بان السيسي هو ديكتاتور ترامب المفضل الا ان المساعدات العسكرية لمصر استمرت ولم تكن هناك اي عقوبات بشأن السيسي شخصيا اعتقد بان ادارة بايدن تعرف ما الذي يجري ولكن ملف الشرق الاوسط الحقيقة لم يلعب ذلك الدور الكبير حتى الان وهناك يعني ملفات اخرى في مناطق اخرى من العالم حققت نجاحات لم يكن هناك تركيز على منطقة الشرق الاوسط لعدد من الاسباب ربما يمكن ان نقول بان في الايام الاولى من هذه الادارة كانت سياسة الشرق الاوسط استمرارية لما كانت في الادارة السابقة ولم يتم التعديل عليها كثيرا وبالنسبة للمعامنات العسكرية فقد استمرت كما ذكرت وسؤال اخر هل تعتبر ادارة بايدن ان ادارة السيسي او نظام السيسي هل يعتبر حليف ام ماذا لا شك ان امريكا تعتبر مصر شريك في محاولاتها او في خططها ومشاريعها لاجل رص صفوف الموقف المنهض لايران هناك معرفة كاملة بان هناك تحفظات كثيرة حول الجغرافية السياسية المصرية لكن اعتقد ان الامريكا الان تريد ان تبني على مشاريعها بشأن التقارب مع تركيا ما يتعلق ب منتدى الغاز لشرق المتوسط وايضا هناك تعرف ان هناك خلافات كثيرة بين تركيا اردغان ومصر السيسي ولكن رغم ذلك ولكن مصر اثبتت بانها شريك مستعد لان يقبل بشروط هذا التحالف ولذلك فامريكا لا تزال تنظر الى مصر كشريك اكثر اعتمادا من تركيا لا اعتقد بان امريكا ومصر على اتفاق كامل فيما يتعلق بملفات اخرى كسوريا مثلا ولكن كيف يمكن لامريكا وليبايدن ان يعقدوها كذا اتفاقا مع شخص ديكتاتور كالسيسي اعتقد ان على امريكا ان تفرق وتعزل الملفات فبين ملفات حقوق الانسان وبين المصالح الاستراتيجية فلا شك ان المحاولات لاجل الضغط على هذه الانظمة كي تدفعها لحالة اكبر من احترام لحقوق الانسان سيبقى هذا الامر ولكن لا اعتقد بان ان هذه ستبقى على نفس قدم الاهتمام والسبق كالمصالح استراتيجية ولا شك ان التصريحات التي كانت في زمن الترشح الانتخابات غير زمن الرئاسة ولا شك انه في سياق الحرب في اوكرانيا فقد تأخرت هذه ملفات حقوق الانسان الى المراتب المتدنية خلف المصالح استراتيجية فكيف يمكن ان تدفع وتروج للمصالح استراتيجية بينما تبقى ايضا تمارس الضغط ازاء حقوق الانسان سؤال صعب ولكن كما تعرفين كارولاين لسنوات طويلة هذا السؤال بين القيم وبين المصالح فهل يمكن ان نقول بان ما تقوم به ادارة بايدن فيما يتعلق بالسعودية ومصر الحقيقة يندرج تحت الازدواجية او النفاق السياسي لا شك انه خاصة فيما يتعلق بالسعودية فيمكن نعم يمكن القول بان هناك شيء من ذلك نعم هناك ارتفاع للصوت المندد بانتهكات حقوق الانسان و ليس الامر في محا في تقديم المصداقية للنظام السعودي هكذا بشكل مجاني اظن ان اذا هذه الزيارة بالاخص فسنرى تصريحات ربما فيها اكثر وضوحا وصرامة اذا الحقوق الانسان ولكن التركيز سيبقى لا شك على هذه الخطوة الاستراتيجية في ترتيب امور المنطقة اذا ايران وكذلك الحرب الاوكرانية الكثيرون كانوا متفائلين مع مقدم بايدن للادارة في امريكا لاسيما فيما يتعلق بالنظام المصري ولكن من الواضح الان ان الحقيقة هناك حالة من الازدواجية والنفاق وهناك غض للبصر عن حقوق الانسان فكيف يمكن ان نفهم ذلك بالنسبة لترمب الحقيقة الذي قام به هو انه قدم المصداقية لهذه الانظمة لانه رأى بان هذه العلاقة هي علاقة مقايضة وعلاقة تجارية بحتة وبذلك اهمل بشكل كامل انتهاكات حقوق الانسان بينما في ادارة بايدن هناك اقرار باهمية ملف حقوق الانسان وهناك ايراد لأهمية هذه الملفات ووضع لهذه الملفات على سدة الملفات التي هي بين الادارتين ولكن بالتأكيد ان هناك السياقات لم تتوقع ادارة بايدن ان تحدث وعلى رأسها بالتأكيد الحرب الاوكرانية وحتى لو تم مثل هذه التحقيق مثل هذه الاستراتيجيات فانا باعتقادي بان الادارة ستبقى تضغط باتجاه ملفات حقوق الانسان وهذا ما نحتاجه في المنطقة الحقيقة ان مع هذا الحلف الاقليمي لمواجهة ايران هناك ينبغي كذلك ينبغي ان يكون جهود لاجل مواجهة القوى المؤيدة لايران او الداعمة لايران او المدعومة من قبل ايران في المنطقة والتي تثير القلق في المنطقة وهذه انا باعتقادي امر افتقدناه في السابق لان التأثير الايراني الحقيقة لم يفهم بشكل كامل وينبغي ان يفهم ذلك ضمن ايضا سياق حقوق الانسان وقمع الحريات كثير من الرؤساء الامريكان زاروا مصر منذ 1943 واخرهم اوباما في 2009 هل تعتقدين ان من الممكن ان يزور بايدن مصر قريبا؟ ممكن نعم ولكن انا باعتقادي بان ادارة بايدن سيرصد التفاعل وردة الفعل من هذه زيارة للمملكة العربية السعودية خصوصا وان الحقيقة ان علاقة امريكا بمصر لا تقارب اهمية العلاقة الامريكية مع السعودية وكذلك فملف حقوق الانسان في السعودية هو غاية في الخطورة بالنسبة للمراقب الامريكي لكن شخصيا لا اعتقد باننا سنرى زيارة في القريب العاجل ذكرتي قبل الان بان امريكا تحاول ان تؤسس لتحالف دولي يواجه الاعتداء الروسي على اوكرانيا ولكن الحقيقة كثير من الدول العربية كثير منها يشعر بالمعادات او بالمناهضة لامريكا اكثر من ما هي داعمة لاوكرانيا فكيف يكون ذلك لا شك انه هذه الحقيقة من الاهداف التي ينبغي على ادارة بايدن ان تعققها ليس فقط على صعيد الخطاب وتأثير الحرب الروسية ليس فقط على الغرب انما على العالم لكن الحقيقة ينبغي ان يكون هناك محاولة لاجل التأثير على مواقف ليس فقط الانظمة بل الشعوب ايضا ولا سيما المصاعب الشديدة التي وضع فيها الشعب الاوكراني نتيجة الاعتداء الروسي بالاضافة طبعا الى الحالة المزرية للمساعدات العسكرية التي قدمت لهم من قبل المجتمع الدولي طبعا هناك ايضا الازمة الاقتصادية وازمة الغذاء العالمية والتي جاءت نتيجة هذه الحرب ولا شك انه هذه ستكون من المسائل التي يركز عليها بايدن هناك ايضا من يعتقد بان حلفاء امريكا في المنطقة يفضلون رئيسا جمهوريا يعتقدون بان الرؤساء الجمهوريون اكثروا عداء لاران واكثروا نفعا لهم في المنطقة نعم ربما ربما اوافق على ما ذكرت وربما يستطيع الانسان ان يفهم بعض هذه ولكن لا شك بان حالة حقوق الانسان تتراجع اذا ما تسيدت مثل هذه السياسات اليمينية في امريكا وسؤالي الاخير في هذه المقابلة الرائعة كارولين ما رأيك فيما يتعلق برؤية الولايات المتحدة من الطرف الاهم في المنطقة السعودية ام مصر الحقيقة سؤال رائع الان لا شك ان السعودية تحتل اهمية في غاية التقدم فوستطاعت ان تقنع امريكا بان تدخل معها في محادثات بل ان تزورها دون ان تقدم لها تنازلات تذكر وهذا الحقيقة يحسب لصالح السعودية وبالاخص لمحمد بن سلمان ولذلك فلا شك ان هذا الامر يندرج على المنطقة ايضا الاقليم كذلك فالسعودية تلعب دورا كثيرا ما يهمل وهو لانها الحقيقة طرف رئيسي في بناء هذا التحالف الاقليم الذي ذكرنا وكما ذكرنا بان هناك اندات سابقون وعداء سابقون سينضمون الى هذا التحالف ودور السعودية الذي تلعبه وخاصة خلف الكواليس وخلف الابواب المصدة في غاية الاهمية ولذلك اجد بان السعودية تحمل مفاتيح هذه العملية وهذا من الاهمية مراقبته شكرا لك لانضمامك معنا اليوم مصر ما بين بين ما بين الشكر والصخط ما بين الامتنان والغضب ما بين السعادة والشقاء هكذا تسير الاوضاع في مصر فريق من الاعلاميين او الاذرع الاعلامية يرون ان الشعب المصري يجب ان يشكر عبدالفتاح السيسي وعلى رأسهم مصطفى بكري المقرب من النظام الذي يرى ان الشعب المصري شايف حضراتكو ناس جحدة جحت تم انجازات السيسي ولم توجهوا اليه الشكر المطلوب وفريق اخر او خلينا اقول وشعب مصري اخر يرى بزاوية مختلفة او زي ما قال عاد الامام في فيلم طيور الظلام البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت الشعب المصري يرى الفقرة والجوع والألم يرى نقص السلع وارتفاع الاسعار وسوء الخدمات يرى تقلص دور مصر ومساحتها يرى الظلم يرى غياب العدل وامور اخرى عشان كده المصريين بيكتبوا على هاشتاج احنا لسكتين حضراتكو مع مين مع فريق الاعلاميين ومصطفى بكري اللي شايف ان انتوا جحدين ومش بتشكروا السيسي ولا مع القطاع الاكبر في الشعب المصري اللي شايف ان الراجل ده لازم يرحل وبيسأل نفسه احنا لسكتين ما بين دول ودول خلينا نروح هنا ونتكلم على الشاشة عن اسباب احنا لسكتين الفريق ده اللي حضرتك ممكن تكون منه وممكن تكون بتسمعني وانت من فريق الراجل اللي هناك ده اللي انت شايف انك لازم تشكره وان انت شايف ان الشعب المصري جاحد ومش شايف انجازاته زي ما انا كنت بتكلم في مقدمة الحلقة فريق احنا لسكتين بيتكلم احنا لسكتين رغم ارتفاع الاسعار اللي تكلمنا عنها الاسبوع ده اكتر من مرة رغم ارتفاع الديون رغم نقص السلع اللي موجود رغم الفقر 32 مليون تحت خط الفقر رغم رفع الدعم اكتر من مرة رغم تضاهر رغيف الخبز اللي خلاص سعره بقى غالي جدا ازمة الوقود اسعار الوقود وارتفاعها فرض الضرائب انهيار حول انسان اعدام المعارضين تعويم الجنيه اسباب كتيرة قوي ممكن نقعد نتكلم عليها كتير جدا لو دخلت دلوقتي على هاشتاج احنا ليس كتين اللي تقريبا هو الترند التاني او التالت في مصر هتلاقي الناس بتسأل نفسها وبتتكلم على اسئلة دي طب يا جماعة احنا ليه احنا ليه مش بنتحرك احنا ليه مش بنغضب احنا ليه مش بنقوله كفاية ليه مش بنقوله ارحل ليه مش بننزل الشوارع انا ناس كتيرة جدا من منشناني في الهاشتاج ده بنالي منشن على تويتر وبتقول لي يا استاذ اسامة لازم تتكلم كل يوم لازم تقول للناس احنا ليه سكتين لازم تسأل الناس في اخر كلام وفي مكملين انتو ليه سكتين احنا بنسأل حضركه انتو ليه سكتين او احنا ليه سكتين ده السؤال الموجود على تويتر وده اللي الناس بتتكلم فيه اسباب كتيرة جدا الشعب المصري ليه ساكت لكن على الجانب الاخر من الصورة بيظهر عبدالفتاح السيسي وبيظهر معاه السيد مصطفى بكري اللي بيسأل احنا ليه مش بنشكر السيسي انسوا بقى الناس اللي ورايا دورنا خلاص غطيت كلامهم اهو وركزوا مع الاستاذ مصطفى بكري اللي بيقول على حضركه ان انتو شعب جاحد مش بتشكر الراجل اللي عمل مشروعات طرق وكباري اللي مش بينام كتير بيصحى من خمسة الصبح وبيروح مكتبه اللي خلص مصر من الاخوان انجاز كبير بيفتخروا بيه اللي عمل صورة 30 يونيو على حد ما هم بيصفوها اللي اسس جمهورية جديدة حطيني الهاشتاج على الكورنر الشمال في كل الشاشات في مدينة الانتاج الاعلامي اللي بنى اصول رئاسية مش عشان نفسه دي عشان مصر واللي انشأ العاصمة الادارية الجديدة نرجع تاني نفتح لكم المشهد وحضركوا تحكمه انت مع مين انت مع القطاع اللي بيقول احنا ليس كتير على عبدالفتاح السيسي عشان الاسباب دي واسباب تانية ولا انت مع القطاع اللي مصطفى بكري بيتكلم عنه بيقول لماذا لا نشكر السيسي بعد شوية هنبدأ نتكلم مع بعض ونعرف هل احنا محتاجين نشكر الراجل فعلا امبارح في حلقة امبارح ده خلي تقريبا ان استاذ احمد وقال لي يا استاذ اسامة انتو بتتكلموا على السلبيات يعني مش شايفين ايجابيات لماذا لا نشكر السيسي سؤال منطقي ما تيجو نفكر بعد شوية هو صحيح يا جماعة احنا ليه مش بنشكر الراجل ده اللي عمل كل الحاجات الجميلة دي احنا ليه مش بنقوله شكرا من غير ما نكمل العبارة روح لكذا يعني ليه مش بنقوله شكرا من قلبنا ليه مش بنشكر عبدالفتاح السيسي اللي يعيني بيصحى الصاعة خمسة الصبح زي ما مصطفى بكر قال احنا ليه ما نبقاش ناس كده يعني موضوعيين زي ما بكر بيقول احنا ليه شعب جاحد انتو ليه جاحدين انتو ليه كده انتو ليه مش شايفين اللي الراجل ده بيعمله انتو ليه دايما شايفين النص الاسود من الكباية النص الفاضي من الكباية ليه الكباية مليانة هي زي ما انتو شايفين انجازات عظيمة جدا مش انا اللي بقولها مصطفى بكري اللي بيقولها ده مش رأي قسامة ده رأي مصطفى بكري يو وحد يقول إنه أسامة جويش طالع يقول إحنا عايزين نشكر السيسي أصلا الله خليكم ما توقع ناش في الغلط أنا بقى لحضرات كل مصطفى بكري بيقوله وبنحاول نعمل نقاش مع بعض بعد شوية ما بين إحنا ليس كتين لماذا لا نشكر السيسي لكن خلونا الأول نسمع سيد مصطفى بكري رجل كل العصور ورجل كل الأنظمة وهو بيسأل حضراتكم أنتوا لي مش بتشكروا السيسي والله كان الله فعونك يا سيسي والله كان الله فعونك أنا بشوف حاجات هو في إيه ما بالراحة الراجل ما بشوفش بيته بالراحة إحنا بنطفش أي حد إحنا فيش حد نقوله شكرا حتى ولو حتى ولو كان خلص البلد دي من الإخوان بسرعة كده نقلب بسرعة يا جماعة دي إحنا بنبقى في بيوتنا يوم الجمع وسيادته بيكون في الشارع إحنا نيمين في بيوتنا وهو خمسة صبح في مكتبه إحنا بننام بغاية سبعة ولا تمانية ولا ناخد نيمين ثمان ساعات أو سبع ساعات هو بينامش أكتر من ثلاث ساعات أو أربع ساعات مركز في كل مشروع أنا بديكم أنا الحقيقة مش عارف يعني أنا المفوضة أشكر في رئي الإعداد ولا أتخانق معاهم يعني كل يوم موضوع الحمد لله أسخم من اللي قابله وواضح إنها تبقى ساعة عظيمة جدا من اللي أنا شايفه في الرسائل يعني فيه كم مشتيمة في الرسائل مش عارفة أقرال حضراتكو يعني إنهم أحسن حاجة إنه خلصنا منكو من أمثلكو يا أخوانا يا أعداء الوطن يلي مش عارف إيه والمفوض تتكلم تقول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني فيه فيه كم مشتيمة الحقيقة لما بشوفها في الفصل مش قادر أقول إن أنا بكون سعيدة يعني بس مضوع بيبقى صعب شوي الحقيقة مصطفى بكري قبل بس ما أكمل الراية الرسائل وأخذ الاتصالات أستاذ مصطفى بيتكلم في نقطة خطيرة قوي يمكن الناس اللي عاشت في دول ديمقراطية تفهم الفرق يعني مصطفى بي لأنه رجل كل العصور وبيأكل على كل موائد السلطة من أيام مبارك مرورا بالمجلس العسكري حتى بالإخوان وبعدين وصلنا لعفتاح السيسي رجل موجود على كل الموائد يعني الحقيقة مصطفى بكري نموذج وفكرة وفكرة مصطفى بكري لن تموت يعني هتلاقوها موجودة من أيام محجوب عبدالدائي ومستمرة مستمر الفيروس بتاع مصطفى بكري منتشر في مصر حاجة كده باشعة جدا أصعب من كورونا لما بتلزق ما بتروحش فربنا ما يوريكو يعني اللي زي مصطفى بيه بكري لكن الحقيقة مصطفى بيه بكري قال لك إيه بقى قال لك الراجل ما بينامش برثلاث ساعات يا ظلمة يا علم يا جحدة بيتروحوا تناموا ثمان ساعات والراجل الرئيس فخمة الرئيس ما بينامش غير ثلاث ساعات طيب بص يا مصطفى بيه رئيس الجمهورية معلش أقول لك خبر الله أنا آسف أن أنا بصدمك بيه هو موظف عند الشعب المصري هو مش المفروض ينام يا بيه ومش المفروض تطلع أنت تمن بعدد ساعات نوم الرئيس يعني هو عادي الرئيس موظف بياخد مرتبه من الشعب عشان يخدم الشعب فمش وظيفته أنه ينام أصلا فأنت يعني جاي بتلعب لعبة غريبة شوية يا جماعة إيه اللي الرئيس ما بينامش طبما ما ينش الله عن أهله ما نام يعني أنا مالي إيه المشكلة يعني يعني مش مهم أصلا ينام المهم الرئيس ده يخدمني أنا بتكلم في الوضع العادي يعني يعني إيه علاقة أنه بوريس جونسون في بريطانيا نام ولا ما نامش ولا عنده أرق أنا مالي أنا راجل مقيم في المملكة المتحدة وبالتالي رئيس الحكومة ده مفروض يخدمني خلاص وكذلك إيمانويل ماكرون في فرنسا كذلك بايدن في الولايات المتحدة أنا ماليش علاقة بحياة الرئيس الشخصية إلا لو بيستفيد من منصبه في حياته الشخصية إنما يطلع ذراع إعلامي يقول لي الرئيس ما بينامش إنت مش حاسب حاجة إنت فاهم الدنيا غلط يا بي ده عندنا إحنا بس النمازج دي نمازج اللي هو الرئيس ما بينامش عشانا وتطلعت منه علي فالحياة دي قصة غريبة شوية طيب برضو قبل ما أخذت صلاة في رسالة مهمة قوي بتقول لي يا دكتور أسامة بس ما عليش سواني خليني ألاقيها لأنها كانت مهمة جدا آه أهي موجودة بيقول لي أنه يعني قناة مكملين وبرنامج آخر كلام الحمد لله ملة فراغ كبير جدا وإحنا بنشكرك لكن كان من الإنصاف وإنت بتتكلم على فيديو بايدن في البداية مع حمد بن سلمان وبيجيب سيري خاشقجي إنك تتكلم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نعم صحيح أنا ما كنتش موجود في مكملين ساعتها كنت في الفترة ما بين الحوار ومكملين وكتبت على تويتر عندي وإرجع شوف الكلام ده نشرت صورة محمد بن سلمان وأردوغان وكتبت لعن الله السياسة وكتبت تحتها رحم الله جمال خاشقجي اللي ضاعت دماؤه النهار طبعا طبعا استقبال أردوغان لمحمد بن سلمان وزيارته لمحمد بن سلمان عار على الرئيس التركي وعار على الإدارة التركية اللي أضاعت دم جمال خاشقجي يعني أنا ما عنديش أنا قلت يا جماعة والله أنا جاي المكان ده الحمد لله الحمد لله ما فيش عراسي بطحة هجي أتكلم على أي حاجة وكل حاجة ما عنديش مشكلة ما عنديش خط أحمر في حاجة خلاص يعني الأتمان اللي كان ما فوت تدفعت دفعت اللي جاي بعد كده تأديرات ربنا فخلاص الواحد ما عندوش بطحة بيحسس عليها وخايف رجب طيب أردوغان غلط فكان عار على تركيا أنه يقابل محمد بن سلمان ويروح له دون حسابه على دماء خاشقجي الرئيس الأمريكي جو بايدن عار عليه وعار على الولايات المتحدة أنه قاعد مع محمد بن سلمان دلوقتي وتناسوا دماء جمال خاشقجي حشان ما طولش على حضرككم خلينا نبدأ مباشرة مع الاتصالات معنا رفعة من مصر وأم أدم من مصر أيضا أهلا بك رفا وباختصار ردا على ليه ما بنشكرش السيسي في فيديو ياريت لو حضرتنا تبقوا تنزلوه في البروموهات بلسان السيسي نفسه بيقول إيه أنا لا عارف أأكل ولا عارف أعلم ولا عارف أعالج ولا عارف أسكن وعشان أخش الخصوص والمرج بشيل بالألف عمارة بتهقلي ده رد الرد الأول على ليه مش بنشكر السيسي الحاجة التانية ده رد على اللي بيقولوا أنتوا ما بتشوفوش الإنجازات بتاعته تنزلوا الفيديو ده يا أستاذ يا دكتور أسام حاجة تانية وباختصار شديد حضرتك أنا دكتور وعندي 67 سنة المعاشة بتاعي 2500 جنيه حقول حاجة ما عليش أنا آسف أنا بقالي ست شهور مش عارف أصلح المحبس بتاع الحمام وتقولولي نشكر السيسي وبعدين حضرتك بتقول لازم يفضل 24 ساعة ده من رحمة ربنا أنه هو بينام بتخيمت 3 ساعات علشان ربنا يرحمنا ولا إيه يا دكتور أسام لا لا صح دكتور خليك معايا دكتور رفعت بس مالش خليك معايا خليك معايا بس في رسالة مهمة في البرومهات مع الميكروباس ومع الأهوال اللي بقى وقلت شهنة والحاجات دا يا دكتور رفعت ساني واحدة في رسالة جايالي حد بيقولي مهم أن أنا سمعت عليقك عليها أكيد أنا أدعو السيسي بالتوفيق في ما سرته ويجعل لمصر وشعبها مكانة وسط الدول العظمة في ناس لا تشكر السيسي لأنهم حاقدين ولديهم أجندات إيه رأيك دا بلسانه يا فاندم الفيديو ممكن الإعداد يجيبه دلوقتي دقيقة وعشرين ثانية الفيديو هيكتبه بس على جوجل كده السيسي أنا لا عارف أأكل سمعت الرسالة اللي قلت لك عليها أعيوة فاند أنا قلت لك رسالة هل سمعتها أعيوة سمعتها وردت عليها حضرتك الرد على الرسالة بلسان السيسي بأشكرك جدا دكتور رفعت من مصر مع أم أدم من مصر أهلا بك السلام عليكم أعيكم السلام أزيك يا دكتور السامة أهلا وسهلا حاضرتك يا أستاذ دكتور السامة حاضرتك فعلا يعني مش عارفة أنتوله مش عايزين تشكر السيسي لا إله إلا الله يعني السيسي ما شاء الله سلمت النار وسنافير يعني عمل إنجازات الراجل سلمت نار والسنافير مضى على سد النهضة بتاع أسيوب الحمد لله هيعتشنا ويعطش المصريين جوع الشعب كله مش لقياكل بنى أسول له والأتباع والأسرة بتاعته اللي ما شاء الله كلهم والجيش زود الجيش 11 مرة ولا 12 مرة مرتبات وإحنا وإحنا أصلا مش لقينا والشعب من المطحون مش لقي أكل زود الكروض جاب كروض علينا وديون علينا من 40 مليار لمية و40 مليار ودخلنا على 150 و160 مليار مش عارفة إزاي ما نشكر لازم طبعا نشكره نشكره على اللي عمله فينا ده جاي دكتوره سابة بمخطط أقسم بالله العرية العظيم جاي بمخطط محدش يقول ده مصري ولا ده جاي ولا ده جاي من جيش من جيش مصري لا ده مش طالع من جيش مصري ده مزروق عندنا وكتاب الله لو إسرائيلي لو محتل لو محتل والله ما يعمل فينا أكتر من اللي بيعمل فينا السيسي بشكرك جدا يا أمو أدم ومقدر طبعا الانفعال ويعني الانفعالة الشديد اللي بتكلمي بي بشكرك جدا معنا أبو أدم من نمسا أهلا بيك سحوة بك سامعني سوط وصل أهلا بسهلا تمام أولا بشكر حضرتك على يعني إتاحتك للرأي والرأي الآخر ودي حاجة محترمة جدا في القناة وفي برنامج حضرتك الله يخليك فيه كم نقطة يعني لو سمحت الديني وقت بس يعني عايزة وضحهم أن النقطة الأولانية أن مصطفى اللي زي مصطفى بكري اللي زي أحمد موسى للأسف يعني هم عارة على الصعيدة الصعيدة دي ناس محترمة وناس يعني فيها صفات الرجولة والحق ونصرة المظلوم هم مفهمش حاجة من دي خالص أنا أتحد أن الناس دي بتنزل القرى أو الأماكن اللي هي تولدت فيها وبتعيش في وسط الناس دول حضرك طبعا أكيد قصة يوتوبيا بتاع أحمد خالد آه طبعا الله أرحمه هم عايشين عايشين في القارة في المدينة اللي هم نسجنها لنفسهم وبيقولوا كلام بيجلهم لسكريبت وبيقولوا اللي هم المطلوب منهم ولكن دول مش مختلطين بالشعب دول ما لهمش أي علاقة بالناس اللي عايش بره الأسوار طبع أسألك سؤال أسألك سؤال أبو أدم تتفضل في بداية الفقرة أنا كنت واقف عند الشاشة وطرحت النقاط اللي مصطفى بكري واللي زيو بتكلموا فيها فكرة عاصمة إدارية فكرة أكبر كبري أكبر مش عارف إيه إنه خلص البلد من الإخوان إنه عمل تلاتين ستة إنه عمل مشروعات كتيرة جدا إنه الرجل ما بينامش أنت شايف إن دي إنجازات يعني ينفع نعتبر دي إنجازات ونقول للراجل شكرا إنك عملت الحاجات دي ولا إيه يا دكتور أسامة ده راجل عسكري ده ما يفهمش في الاقتصاد شيء أنا يعني دراستي وتخصوصي اقتصاد وإدارة أعمال ده زي ما كل الناس اللي اقتصاديين والناس اللي بتفهم في الاقتصاد قالت وأكدت إنه أخذ أموال سخنة أخذ قروض قصيرة الأجل عامل بها مشروعات طويلة الأجل يعني واحد مش لاقي يأكل مريض حالته من نيلة بستين نيلة يروح يبني عمارة عشان يبيع فيها شوء بالتمليك وهيخلص العمارة دي إمتى ويجيب فلوسها بالدين ولا يعمل ورشة يشغل يشتغل ويشتغل ولاده ويجيب رأس مال ويبقى معه فلوس سائلة وبعد كده من المدخرات ويبدأ يشتغل بقى في الأصول بشكرك بشكرك جدا أنا بو أدم مفيش أساس خاص ممكن بس في نقطتين كمان عايز أقولهم يا دكتور طيب سريعا بس عشان فيه اتصالك كتير تفضل طيب طيب بالنسبة للنلاس ساكتلي أنا شايف وقالها الدكتور الأستاذ محمد قدوس زمان أن يوم ما توصل تكلفة النزول قد تكلفة السكوت الناس هتنزل الناس مش هتنزل غالما مش هتلاقي تأكل خالص أنا بشكرك جدا نبو أدم بعتذر لك والله بس عشان ناخد أكبر عدد من الناس فريل إعداد فيه رقم باعت بيقول ماذا لم تقرأوا رسالتي مع أنكم تستقبلوا مكلمات كثيرة أنا بحس أنكم تخشون إذاعتها على الجمهور مع أنكم في بلاد الحرية وعظم التقيد أرجوكم يعني نحاول نشوف الرسالة نشوف الاتصال لأن أنا قلت أنا لا بخشى ولا الحمد لله عندي مشكلة وأتمنى كل الرسالة اللي بتيجي وكل الاتصالات بتيجي تدخل معنا يعني أتمنى الألفين ولا 3000 متصل اللي بتصلوا بنا كل يوم أعود معاهم 3-4 ساعات وأستقبل كل الاتصالات فأرجوكم يعني لو في حالات زي كده بتحاول كتير ومش بتقدر نحاول نتواصل معاكم معنا عمر من أو أبو عمر من مصر أولا أهلا بك أبو عمر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا أتفضل أهلا حضرتك والله سبحان الله يعني يعني لما أشوفت عن سال مصطفى بكري وإحنا كنا عاديين أولا نعمل دولة 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 دي سي حوالها لعدة إحنا كنا النفوذ أيام مبارك كانت في كل المؤسسات كان عبارة عن كل واحد أعيال الجيش أعيالهم والشوط على أولادهم وجاء الأعمال نفوذهم ومثيطة عن قانون نفسه ومكانش في قانون مكانش في أي حاجة جاء ثورة 25 يناير عشان نبني دولة نبني دولة مؤسسات نشيل النفوذ اللي ماشي في جلية أنحاء الدولة الوقت أصبحت عزبة 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 كل واحد مخيطر علي بيها الناس ما عارفها تعيش الناس ما عارفها تتكلم الناس يعني رجل أعمال عصت أصوص أكثر من الأول شكرا جزيلا لك عمر من مصر أشكرك شكرا جزيلا بعتذر عن الرضاقة الصوت من المصدر رسالة بتقول يا سيد أسامة يقدر يقول لي مصطفى بكري المنافق ده السيسي بياخد كام مثلا في الشهر ده ناقس يقول لي إنه مش لا إياه كل هو مش لازم يقولها لأنه السيسي نفسه اللي آه لأنا عدت عشر سنين التلاجع عندي فضية فالحية مش لازم مصطفى بكري هو اللي يقول لكن والله صحيح بمناسبة إنه السيسي بياخد كام ما تقول لنا جماعة إقرار برأة الذمة بتاعت الرجل ده إيه أنا عارف إنه هو نشر هكس كده زيه في 2014 وقال لك أنا بأخد كذا وعملت كذا مش هافئي لكن ما تقول لنا دلوقتي الرجل ده إقرار أخبار إقرار برأة الذمة بتاعته إيه ياللي طالعت منه على المصريين وتقول لهم أصلا ما بينامش غير ثلاث ساعات ما تقول لي هو بياخد كام ما تقول لنا هو عايش فين ما تقول لنا في أنه أصر في أصر المنتزه اللي جدده للمدام زي ما محمد علي ألف 2019 بيكام مليار ولا بكام مليون ولا بخمسة عشرين مليون عشان أفتكرت الرقم أهو ولا قاعد في مكان تاني في العاصمة الإدارية ولا قاعد في التجمع قاعد في أنه أصر اللي يمكن في أصر العالمين ما تقول لنا الرجل ده ساكن فين وبيصرف كام وبيعمل إيه بيروحوا يحطوله ومش عارف إيه قدام البيت كانت الناس عارفة بيته وكانت شقق إيجاره وبينزل يصلي الجمعة معنا كانت الناس عارفة كل حاجة عنه ما تقول لنا الرجل ده يا جماعة بيصرف إيه عشان نشكره لو هو فعلا رجل زيه زينا واحد مننا مع الاحترام لحمدين صباحي يعني كان السلوجن بتاع الحملة بتاعته في 2012 لو هو شبهنا نشكره نطلع تقول له كالترخيرك شكرا يا عب فتاح ونبسط مصطفى بكري ونبسط كلنا مش كده ولا إيه اطلعوا لنا يا جماعة الرجل ده عايش حياة عاملة إزاي عشان نعرف بجد الشعب المصري مفهوض يشكره ولا يعمل له حاجة تانية معنا عمر من مصر أهلا بيك يا عمر أهلا بيك يا عمر أهلا بيك يا عمر أهلا بيك يا عمر بيك يا عمر بيك يا عمر تفضل عب فتاح السيسي ده ده راجل جه بانقلاب عسكري بمجموعة من العسكر أيقنوا أن الربانة السندوق الإسلي اللي اتعامل من 52 لحد 2013 ده كان حينهار عشان يمسك الحكم مسك الحكم بانقلاب عسكري ولما مسك الحكم بانقلاب عسكري أمن المساءلة وصنع جوة من الإعلاميين اللي هم تربوا في المدارس على مدى أكتر من 50 سنة اللي هي تسبح وتحمد بالحاكم لكن لما تيجي تسأل المواطن البسيط اللي انت بتقول لي هو ليه ما بيشكر المواطن البسيط ده لا يعنيه في الحياة كلها غير القوت اليومي اللي يتوفر له حياة كريمة يرجع لعياله بآخر النهار بشوية جناهات عشان يأكله ومدارسه لكن عشان تقوله بعد الفيلم السينماء اللي عاملينه ده بتاع السيسي بتاع الجبالي والحاجات اللي يقوله عليها دي بتقوله انت ليه ما بتشكرش السيسي أقولك هو فرقت بالنسبة لي سيسي مبارك عمر السادات كل الناس دي انا عشت الاجيال دي كلها عاشتها وهي ما بتتحرك طب انا اسألك اي اعلام في مصر يقدر يقول ان السيسي اخطأ في شيء ما قاله اينه لا يعني هو بيقولك استنى بس يا أستاذ عمر هو مش بيتكلم انه اخطأ او ما اخطأش هو بيقول انه ما بينامش غير ثلاث ساعات بيقول انه احنا بنروح ننام والراجل بيفضل صاحي الشعب الامريكي ولا الشعب الانجليزي ولا الشعب الفرنسي ما يعنوهوش مكروح ينام ولا بنامش ولا بيت ينام ولا بنامش اللي يعنيني انها الحياة الكريمة اللي انا عقلت لك طيب بشكرك جدا يا أستاذ عمر بشكرك جدا وبس الناس اللي معانا على الخط خليكوا على الخط ان فيه عدد رسائل زعلانين فخليني بس اقر الرسائل عشان الناس كلها تبقى مبسوطة بيعمل ايه بيقوله بقوله شكرا لانك اثبتتنا ان الاخوان اشرف واطهر واجدع ناس في العالم وان شعب مصر لا يستحق غير واحد زي السيسي طيب انا قرأت الرسالة هو معصام وارجو تكوني يعني مبسوطة ومش متضايقة مننا رسائل تانية خلينا بس ثانية واحدة عشان كان فيه عدد من الناس زعلانين فخليني اقرأ رسائلهم كلهم طيب لو هنشكر السيسي على هذه الحقبة نشكره على اه لو هنشكر السيسي نشكره على هذه الحقبة التي سقطت فيها كل الأقنعة المزيفة السلام عليكم انا عايز حضرتك مع الوقت هتعرف وتشوف مصر نفس فكرة فيلم العتبة الخضرة بتاع اسماعيل ياسين واحمد مظهر لما احمد مظهر بيقول اسماعيل ياسين شايف العتبة دي كلها بتاعتي اسماعيل ياسين اجرها منه واجر العتبة والاسم ومدان الأبرة لما السيسي هيبيع مصر الامارات والسعودية انت هتعرف اللي انا بقوله احاول الاتصال اكثر من مرة انا ماجد مخايل ياريت يا جماعة لو الاستاذ ماجد بيتصل والخط يعني لقط معاي كون موجود معانا كل ما فعله السيسي ضد الشعب المصري من اول انقلاب 3-7 لبناء القصور الى اقصاء الاخوان وهم فصيل من الشعب الى التنازل عن تيران وصنفير والتنازل عن النيل وغاز المتوسط بيقول لي رسالة تانية مش بينام طول الليل لانه بيفكر ازاي يفقر ويذل الشعب واحد بعد بيقول لي انه هو قاعد في القصر اللي كان محمد مرسي قاعد فيه محمد مرسي كان قاعد فيه مش كانتش اجار في التجمع يا جماعة ولا احنا مكناش عايشين في البلد انتو بتخترعوا دين جديد انتو بتخترعوا رواية جديدة يا اخوانا يا جماعة احنا كنا في مصر الراجل بيته كنا عارفينه الناس كانوا تروح تحط له برسيم قدام البيت قصر ايه اللي كان عايش فيه محمد مرسي الله ارحمه صلوا عن نبي يا جماعة صلوا عن نبي ما تخترعوش دفعوا عن الراجل بس دفعوا بعقل دفعوا بمنطق اعرف اتناقش معاكم فيه دكتور اسامة المحترم انا بشكر الجنرال المنقلب على ديون بستة تريليون اشكر على ديون خارجية بمتين مليار على بيعوا مياه النيل على بيعوا تيران وصنافير وامور اخرى طيب بو طيب يقول يزعل من يزعل انتوا سكنين فقط لانكم تفتقدون الى شجاعة السريلاكينيين سريلانكا صعب او بو طيب انا اسف منذ 2013 لم اسمع من المصريين الا التنديدات والتهديدات الجوفاء والتحليلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع في حين ان شعب سريلانكا جعل الرئيس يفر كالفقر المضعور في 24 ساعة المتصلون مع الاسف يحكونا في الماضي وهذا الكل يعرفه نحن بحاجة الى رؤية للمستقبل ما تدينا رؤيتك يا بو طيب يعني ما عليش بقى استحملني يا راجل ما تدينا رؤيتك للمستقبل يا عم احنا وحشين احنا الشعب المصري بنبكي على الاطلال احنا بتوق الماضي بنحب النكد بنموت في النكد يلا ادينا انت رؤيتك للمستقبل يا بو طيب انت راجل مش عايش في مصر برا القصة شايفنا من فوق ما عندكش كل الضغوط اللي احنا فيها ادينا الرؤية يا سيدي واحنا هنمشي عليه اما بس الضغوط مع سريلانكا فانا عايز اقولك انه مبارح رئيس الوزراء اللي كان مع الرئيس بتاع سريلانكا اعلن نفسه رئيس والجيش عمل حظر تجول والدنيا قلبت بزراميت خالص وطلب الناس يخرجوا من القصور واللي كانوا لسه بيعوموا في البسين بتاع الرئيس اللي هرب يطلعوا منه والدنيا قلبت ضنك في سريلانكا يعني ده الليمت فبس بلاش تظلمنا الله خليك يعني احنا حاولنا ولسه بنحاول في مصر وانا هنا مش بتكلم يعني بتكلم احنا لاننا جزء يعني من الموضوع فادينا رؤيتك للمستقبلة بطيب نرجع للمتصلين طولت عليهم انا عارف معانا ياسمين من مصر اهلا بيك ياسمين ياسمين اهلا بيك طيب معانا غدا من كندا اهلا وسهلا اهلا دكتور عسان اهلا وسهلا اهلا وسهلا انا هرد على السؤال بس احب بسأل الأول هو ايه الهدف اللي احنا عايزين ونصوله انا شخصيا احب ان انا نغير شعار المرحلة تحيا مصر الى يحيا شعب مصر حياة حرة كريمة ده املي وهدفي لنا ننفسي ونصوله فلازم نبدأ من هذا المنطلق ونسعى لهذا الهدف ساعتها شكر السيسي يبقى بناءا على هذا الشعار او الغضب عليه يبقى برضو بناءا على هذا الشعار وشكرا شكرا جزيلا غدا من كندا معانا خالد من مصر اهلا بيك يا خالد معانا غدا من كندا لا لا خالد وطي التلفزيون ارجوك ارجوك يا خالد وطي التلفزيون خالد خالد انا لسه سمع صوت غدا من كندا ما يصحش كده اهلا وسهلا يا خالد اتفضل اهلا ابن حاضرتك ازاك الحمد لله اه الله مصر ازنى محمد انا طبعا عزين نشكر السيسي نشكره جامد لانه عمل وعي في البلد ما كانش مقودة قبل جدا على مدى سنين طويلة عرفنا قيمة الناس اللي في السجون اه لأولا السيسي طبعا كان زمان انا قيمة في العسل بنقدس العسكر وحكم العسكر والناس دي ممتاز فطبعا هو يشكر يشكر او يعني وضح الصورة للبعيد والقريب صراحة يعني معاك يا خالد فطبعا لازم نشكر عمل انجاز رهيب يعني ما شاء الله باع الارض وباع المية وتنازل حق الغز والبترول مستبش حاجة لنا يعني كان جاي هو جاي يغرق البلد أموما هو جاي مش جاي يحكم بشكرك جدا خالد شكرا جزيلا يبقى خالد بالتريق على القصة لازم نشكره عشان عمل كذا وكذا اللي هي الحاجات السلبية اللي عفتح سيسي عملها اللي هي كانت تحت البند بتاع احنا ليس كتير معانا أبو أحمد من لبنان أهلا بيك سمع عليكم يا دكتور عليكم السلام أهلا وسهلا والله والله العظيم والله العظيم أنا بس بحضر البرنامج بتاع حضرتك أنت والأستاذ محمد ناصر والعمدة عماد البحيري شوية احنا بنرتاح نفسيا من الكبت والقهر اللي احنا فيه بنا خليك لأن كل الأخبار بتيجي تقريبا واحد يعني أدى حاجة كمان طلع عباد شرائي اللي هو عندهم خبير مائي وبيتكلم على الخراب اللي هيجينا بالنسبة لسد المهضة والملء الثالث اللي بدأ من حوالي أسبوع أو أقل من أسبوع حضرتك بالنسبة كمان اللي بيجرى على الطرق وولادنا وأطفالنا اللي بيموتوا الطرق اللي اندفع عليها بلوة واللي اندفع عليها طب أنا أنا بيندفع من جيبي أنا ومنك ومنك ومن غيرك ومن غيرك للطرق الأول بتتنزع ملكية بيندفع للناس اللي تتنزعوا ملكيتهم بيتعامل الطريق من الكو بعدين الجيش بيعمل كارتة وبيعمل دوابات هو اللي بياخد الفلوس ده منطق ده منطق احنا نشكره على ايه احنا نشكره على ايه خلي حاجة خلي الناس اللي بيتطبلوا أو اللي جانة الإلكترونية اللي بيشتموا حضرتك يجيبولي شيء كويس يقنعني يقنعني يعني يفوت دراسي ولا الناس اللي بيتموت في السجون اللي هم أنا بعتبرهم قسم بالله أنا بعتبر الستات اللي في السجون زي هدى عبد المنع والشاطر وغيرها وغيرها انهم يعني اقولك ايه عندهم نخوة ورجولة عننا انا مش عارف ايه اللي جرمنا وانا مش بتكلم بس علي على الناس كلها علي انا كمان بس انا واحد من الناس شكرا جزيلا يعني اكتب لنا الرجل ده عمل ايكويس وهننقش والله هقرر سلتك وهننقش معنا معاذ من مصر اهلا بك معاذ اهلا وسلم بحضر اهلا وسلم اهلا وسلم بالوقت يا سيد السامة انا عايز اتصرسل بس اهلا وسلم بالوقت انا كشاب يعني سنقتبر العمر تمام المفترض ان الرجل ده ينشئ لنا مصالع تمام وينشئ لنا شركات بالوقت انا كشاب اعمال بيعمل انشئات ومناطق سكانية انا دلوقت معايا منين فلوس عشان اشتري الحاجات دي الانصر ديكون فيه مدخل او حاجة دخل فلوس عشان اشتري الحاجات دي انا هو عمل يعمل كلام فاضي ومنريل ايه ومنريل ايه ايه انا قسط في اللب اعمل يعني نفسي انا فهم الرجل ده بيعمل ايه هو بيعمل كايد لسرائيل يعني خلاص عايز لا هو معاذ بيقول انه هو بيعمل جمهورية جديدة وجمهورية جديدة لازم لها مشروعات قومية كبيرة فهو ده اللي هو بيعمله طب جميل صلى عندي حضرت الوقت فيما الاقتصاد بتاعنا او المصانع بتاعتنا او الشركات اللي بتصدر تجيب عملة صعبة نعمل ديها جمهورية هو رد عليك برضا معاذ رد الاسبوع اللي فات وقال حاجة كويسة قوي للشباب اللي في سنك قال لو انتو عايزين ان احنا نسهل على الناس حياتهم ونزود المرتبات بس نوقف كل اللي بنعمله من المشروعات خلاص انتو حرين ياريت ياريت كل المشروعات دي تقفل لان ما لهاش اي ثلاثة أزمة ما لهاش اي ثلاثة أزمة يعني دلوقتي المشروعات دي حضرتك كلها انا ما بسفدش منها بأي حاجة على الاطلاق انا لو في منها تدخل وانا تغل في الحكومة يعني كنت اشكر الرجل ذا لكن انا مش اشكرش حاجة منه على طول خلاص دراسي او بل بس يجيش غضبان عنك يلا مش عارف ايه يلا هو كده ما فيش شغل والاقتصاد عن مال يزيد يزيد بمعنى عشرة كل يوم يعني فين فين يلا التطور فين التطور طيب شكرا جزيلا لك يا معاذ بشكرك جدا وخلينا نروح اصوان لابو احمد اهلا بيك ازيك يا دكتور الحمد لله والله ربنا يقويكم يقوي الجميع ان شاء الله الله يخليك انجازات انجازات فين نشكر انجازش بس انجاز اني باع الميا بالسان هو كلم السفير احمد الجطان كان قاله موضوع السد ده منزله رسم كده موضوع السد ده كارس على مصر نشكر عليه بجرعته ده بس الله يفكنا منه بس عايزين حل عايزين حل انجامع كده حل حول عايز اسألك على حاجة يا بحمد مش عايزين ابو احمد عايز اسألك على حاجة وانا والله بحب اسوان جدا واهل اسوان ما عندكوش مشروعات في اسوان عملها السيسي ما فيش كباري وطرق يا بحمد يا لو ما عندكوش أنا معاك معاك ما عندكوش مشروعات السيسي عملها في اسوان كباري وطرق وكده والله عاملين كباري مضروبة بس كبري كده اخدت خمس سنوات عشان يخلصوه في حتة اسمها السلسلة وطلع برضو كبري ما لوش اي لازمة كده يعني طيب أنا بشكرك جدا يا بحمد والله بشكرك جدا 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 وسعيد جدا انك موجود وسعيد ان انا سمع صوت حدا من اسوان والله يعني شكرا جزيلا لك يا بحمد عامل كباري بس مضروبة والله دي تنفع اخر كلام انا بشكرك يا بحمد والله دي بيقولها في اخر كلام في الحلقة الراجل بيعمل كباري بس مضروبة معانا ماجد من مصر اهلا بيك ماجد اهلا بيك دكتور اهلا وسهلا سمعني سمع كويس تفضل اوكي انا اسمي ماجد فهيم مخايل اه اهلا وسهلا انت اللي بعدت الرسالة اه انا اللي بعدت الرسالة طيب انا مبسوط انك موجود معايا عن هوا والله تفضل اولا انا فوق الستين وكنت بشتغل في شركة محترمة بس اطلعت اعماش والظروف بشتغل اوبر ربنا يوسع عليك يا رب فيه تلات نقطة اكلمك فيهم اتفضل اول نقطة اه انا لما ما كنتش عارف اواجهك او اوصل لمستواك في المناقشة بشتمك اوكي متفين على كده تمام فاي واحد بيشتم وانا بتشتم كتير اوي في الشارع لانه مش عارف يواجهني او يناقشني النقطة التانية انا بحكم شغلي في اوبر بمشي في شوارع انا ساكن في مصر جديدة بمشي في شوارع كتير مصر جديدة او شوارع القاهرة يعني الشوارع دي المفروض انها معمولة من سنة او سنتين الشوارع دي لو انت مشيت فيها دلوقتي تقول الشوارع دي ازاي من 40-50 سنة متعملنا الصيامة معناها معمولة من زيرو من سنة او سنتين اللي يقول لك مشروعات معاك يا سيد ماجد تفضل كمل اللي يقول لك مشروعات قل له طب امشي في الشوارع وشوف مدى جودة الشوارع وهل ده في العالم انه الشارع بعد 3-4-5 سنة يبدأ يتعمله صيانة من جديد ولا لا تالت حاجة اللي انا اعرفه من واقع شغلي ودراسلي انه ابدأ بنفسي ابدأ بنفسي علشان الدول بتتقدم بتالت حاجات كدوة سيستم حوار ده الابحاث كلها بتقول كده قدوة سيستم حوار علشان يعني اسمع الناس وابدأ اعمل حاجة كويسة نزم القدوة ثم السيستم ثم الحوار طيب بشكرك جدا يا سيد ماجد مخايل من مصر معانا محمد من فرنسا اهلا بيك محمد محمد من فرنسا اهلا بيك محمد طيب معانا علاء من المانيا اهلا بيك علاء اهلا بيك اهلا بسر خيرا دكتور مساء النور اهلا وسهلا انا اذكر سياتر انه عن قزمة من جماعة الاخوان الارهابية جماعة الاخوان الارهابية اللي كانت بتحطم الدولة المصرية اخدم بذكر سياتر رئيس على انه اول جيش المصري يسلحه وهو بيشتغل كتير جدا ونتمنى ان هو رب العالمين يوفقه ويحقق حلمه بان مصر تبقى دولة تاخد مكانة بين الامم كويس ايه السيسي انقذ مصر منه يعني جماعة الاخوان كان بتعمل ايه والسيسي انقذ مصر منه ودلوقتي هو مش بيعمله لا جماعة الارهابية كانت بتحطم الدولة المصرية ازاي لان جماعة الارهابية اساسا غير مؤمنة بوجود الدولة على 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 ايوا بعد اذنك بلاش نتكلم في شعارات مش هنعرف نتناقش فيها كلمني في ارقام في حاجات انت بتقول جماعة الاخوان كانت هتضمر الدولة المصرية تمام اوكي ماشي ازاي كانت هتضمر الدولة المصرية كانت هتعمل ايه في الاقتصاد في السياسة في المية في الارض في الجزر قول لي السيسي انقذ مصر من ايه كان الاخوان هيعمله وهو دلوقتي بيعمل ايه عكس ده تفضل جماعة الارهابية ما كانتش حتى خطط لا اي حاجة في النهود بالدولة لان هي مش مؤمنة اساسا بالدولة انت مصمم انت مصمم صح existence مصمم تكلمني في شعارات صح طيب طالما تكلم في شعارات طالما اتكلم في شعارات والجماعة الارهابية كتلا تؤمن بالدولة هذه الجماعة يا سيدي انتخب منها رئيس مدني صوت لصالحه أكثر من 13 مليون مواطن مصري أنت الآن تحتقر 13 مليون مصري تتهمهم بأنهم جابوا ناس لا يؤمنوا بالدولة المصرية يعني مصر فيها 13 مليون راحوا السندي انتخبوا محمد مرسي الله يرحموا وهم عارفين أن الناس دي لعندها خطة ولعندها مشروع وعايزة تدمر الدولة المصرية فده شيء غريب جدا للحياة بشكرك علاء من ألمانيا لكن طالما تكلمت في شعرات أنا سألتك سؤال كنت أتمنى أنك تكلمني في تفاصيل يعني تقول لي مثلا الإخوان المسلمين استلموا البلد لاقتصاد كان الديون الخارجية كذا بقت كذا لكن أنا ممكن أقول لك إن السيسي استلمت دولة ديون الخارجية 43 مليار دلوقتي دخل على 22 مليار كان نفسي تقول لي إن الإخوان المسلمين استلموا الدولة وفيها نهر النيل وأثيوبيا ما عملتش السد ودلوقتي أثيوبيا مثلا في عهدهم عملت الملء الأول والثاني والثالث فالسيسي أنقذنا لكن أحب أقول لك إن السيسي استلم مصر ولسه أثيوبيا ما كملتش بون السد بعد الانقلاب وعملت ملء أول وملء ثاني وملء ثالث وحصة مصر اتأثرت في وجود السيسي كان ممكن تقول لي إن الإخوان المسلمين كانوا عايزين يبيعوا تيران وصنافير والجزر لقطر والسعودية والخليج والسيسي ذو الخلفية العسكرية وأفهم عند حدهم وأنقذ البلد وحافظ على الأرض المصرية اللي جنودنا ماتوا في سبيلها وبالتالي كنت هاقف احتراما ليك وأقول لك شكرا يا سيسي لكن اللي حصل إنه انقلب على الإخوان المسلمين وراح سلم تيران وصنافير الأرض المصرية اللي استشهد عليها جنود مصريين بدم ولادنا المصريين هناك راح ادهل السعودية عشان ياخد منهم شوية ترز فعشان كده دايما بقول ايه برنامج ده بلاش يا جماعة ندخل في نقاشات التسع سنين اللي فات وبتاعة الشعرات لقد أنقذ السيسي مصر من الجماعة الإرهابية التي لا تؤمن بالوطن يا عمدي خلاص خلاص أحمد موسى استهلك الخطاب ده تسع سنين مش هنقشك فيه تعال اتكلمني في التفاصيل وأنا أحسب ان الحمد لله الواحد عنده المقدرة انه يتكلم في التفاصيل يعني بما أنعم الله به علينا يعني ممكن أتناقش معك بالأرقام بالتفاصيل بالحالة دي باللي مش عارف كذا ونتكلم وناخد وندي أنا هستفيد وحضرتك هتستفيد والمشاهدة هستفيد حتى لو ليك رأيه آخر وأنا سيبتك تكمل المداخلة خالص يعني أنا فيه ناس أول ما كان هيسمعك بيقولك وأنا أشكر فخمة الرئيس عم فتاح استيسي وقولك بس عندك لا لا ما عندش مشكلة اشكر قول رأيك وبعدين تعال بقى نتكلم بس لما جدت تكلم وصيل خاصة بالمشهد في مصر معنا سمير من أسبانيا أهلا بك سمير السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله السلامة آخر كلام ومكملين وكامل طاقم شكرا جزيلا الأخ أنا شاهد على شاهد أنا شاهد على فساد وحد الآخر عامل عمله السيسي هو هجرت الأطباء في وقت من المستحيل يعملها أي بلد في وقت كورونا هجرت الأطباء نعم وكذلك أنا ما نحبش نقول عليه منقالب خدش يوجد انقلابيين يعملون صالح الشاب وصالح ولو ما يكونش مثلا انقلاب الجزائر في السبعينات هو ريب ومدين ما تقدش لا تستطيع مقارنته بالانقلاب هذا هذا ليس انقلابي هذا مدمر لمصر سمير من اسبانيا وبشكرك جدا انك يعني نورتلنا فلاش كده احنا اتكلمنا عنه لكن محتاجين نسلط الضوء عليه اكتر وهو هروب الأطباء من مصر في عزة أزمة كورونا عدد كبير من الدكاترة سفروا بسبب هذا النظام المصري بشكرك جدا سمير على النقطة دي معنا ابو عبد الرحمن من مصر اهلا وسهلا باختصار شديد تفضل تلفزيون يا ابو عبد الرحمن ارجوك وطي التلفزيون ابو عبد الرحمن ما بقاش في وقت والله طيب بشكرك جدا ابو عبد الرحمن من مصر باعتذرلك ابو احمد من مصر اهلا وسهلا اهلا بك يا دكتور تفضل ازاي حضرتك الاول الحمد لله الله خليك اكسم بالله انا مبسوط ان انا بعمل معاك مداخلة والله وانا مبسوط اكتر لك فيني ان السيسي خلنا نعرفه يعني الحاجة الوحيدة اللي نشكر السيسي عليها ان هو خلنا نعرف ان البلد لسه فيها كوادر وناس محترمة وناس خايفة على البلد وبتحاول تعمل بقدر الامكان اللي تقدر تعمله دي حاجة تفسي يا دكتور تفضل انا 1-37 سنة ابو ناديك الصح تقسم بالله انا مشيت في مظاهرات قبل ايام مبارك يعني وايام السادات لا تحصى ولا تعد وكانت في اماكن حيوية في مدان التحرير قدام مبنى القضاء العالي نطب الصحفيين في اي حده كنا بننزل لان انا كنت احد اعضاء حزب معارض انا دلوقتي مش قادر اكتب كومنت على الفيسبوك خايف ان يقبضوا علي اعجبكم السادات على ايه انا وبيدعمه او حاجة زي كده انا يعني يعني يمكن عشان اللغة ما قدرتش اسمعها كويس لكن بالتأكيد ما فيش يعني حد بيدعم اي انقلاب او بيبارك اي انقلاب عسكري في اي مكان نختم مع علاء من بريطانيا اعلم بك علاء انا دكتور وسامة السلام عليكم انا حقيقة وانا منتظر انت تقريبا قلت كل اللي انا كنت عايز اقوله انا بس حاجة واحدة يعني الواحد لو فكر شوية بمنطق يعني ازاي يذكر واحد ودي مش شتيمة واحد بيكذب لما قال ان انا اغني الناس الاول وبعدين زود الاسعار استنونا ستة شهور تلاتين ستة عشرين عشرين وسنتين ومش عارف اين كل ده كان كده واحد كان بيقول لما جيت اترشح للرياسة سألت شيخ بتاع البحث والتنقيب حاجات يعني ازاي ازاي الناس اللي عندها زرة عقل تتجاهل الحاجات دي وتطلع تقول اشكره هذا الرجل انا بشكرك كذاب لا يشكر يعني بشكرك جدا على من بريطانيا والحقيقة عايز اشكر كل الناس اللي شاركتنا على مدار الساعة واللي بعطلنا رسائل وحتى على فيسبوك وتويتر وعايز اختم بس بالرسالة دي قبل ما اقول اخر كلام يا استاذ اسامة انا بنت عندي باترف رجلية الاتنين وطالبة الدراسات عليا ما عنديش دخل جبت عربية طبع المجال الطبية عشان اتحرك بيها دلوقتي هو غلى البنزين ومنع 400 جنيه تكافل طب حضرتك قولي الفئات اللي زي تعيش ازاي مع العلم ان انا مش عندي طرف صناعي لان حالتي صعبة قولي اعمل ايه اقول له شكرا على حاجات عملها مش هتنفعني بحاجة حاجات مغرد غيرت شكل البلد وسابل حاجة اللي هتقدر تبني مواطن سليم يقدر يحيي وطن والحقيقة ده اخر كلام في حلقة النهاردة الكباري لا تبني الاوطان ولكن يبنيها الانسان اصباح على خير